السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ أحمد العبدالله مدرس مادة الأدبيات للصف السادس في هذا الدرس سنكمل أسئلة النص السابق وهو جانب كتاب وبعده بدنا نبدأ في نص آخر وصلنا عند الاتكنيك الثلاثة والاتكنيك الثلاثة يقول لك هذا الصورة إنجليلس تلو عليها دقو عليه وأمن وصلنا يتذكر وصلنا أنكم تذكروا أيها المسكين أيها المسكين وصلنا ضعروا أجعلكم قوتكم من بعضة ومتنبع أنكمت معمادا يعني أنه توقظ الشعور عندك إذا منطلع باللاحظ على هاي الصورة هدول الأشخاص يلي ما عم بيقرأوا كتب وشوفوا شون خيالاتهم مواسعة كتير ضيقة وهي أو هذا الشخص يلي عم بيقرأ الكتاب شوفوا خياله ما أكبره من هون منلاحظ أنه كتاب وقيام هايال جوشة أكبره وكتاب وقيام يعني خيالاتهم يعني خيالاتهم العالم الذين تقرأ كتب خيالاتهم أوسعة من خيالات الأشخاص الذين يقرأوا كتب وكلما نقرأ كتب أكثر من نستفيد ونزداد تجربة السؤال الخامس أشهدك غرافيك 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 معنى مقالة لنطريق الأسئلة كتاب الكتاب أكثر من الكتب ترند كتاب وردر ما هو الكتاب الذي أكبر نظر على الجرافيك العدد أكبر هو العدد هنا فهو 25 يعني هكاية هكاية 25 عدد 20 هكاية هكاية اناس كتاب صيص أصغر عدد هم في عنا فراغين ما تفين عنا شالتين متساويتين أصغر هو الرقم خمسة نظر على النقطة شير معنى شير شير ومكالة مكا مكالة ج شير الآن الشر أصغر ونحن بطاعة مجموع هذه الأرقام ترند كتاب صيص نظر يعني مجموعة الآن مع الشير خمسة وعشرة خمستاش هو نفس مجموعة الشير مع المصال فالجاوبون شير ومصال دي شير ومكالة شر والمقالة يعني شر والمقالة خمسة خمسة الأخير من ختم و finds Jie هني نفسه هذه هي الشر والمقالة خمسة خمسة في عشر من أفضل ما هو النوع الكتابي الذي يجب أن يكون أكثر شيء بالكتب وهو المقالة المقالة يجب أن يكون أكثر شيء المقالة الآن نحل أسئلة دين لممتنا هيكل دي كلان أشيك يعني الحمار الذي نعمله جسمه هيكل ننتقل إلى السؤال الأول السؤال الأول أشهر في الأسفل هيكل دي كلان أشيك يعني الحمار يلي نعمله هيكل متninde geçen bazı kelimelerin eş anlamları bazı kelimet يلي عدد في الناس eş anlamları verilmiştir أتون المعنى المرادف له الكلمات بس فاكير متن يكسل يعني فكير إرقاط يعني عامل مشروع يعني تصرر ليدر يعني القائد أندر يعني قائد أو قدوي محجوب يعني خجول وطانج كمان نفس المعنى اشك مركب كمان تجيب معنى اشك واجون لرا يزدونيز كلمة الاشاعدة بمجا يعني بيجوسترنز انو واجون واجون بمعنى هاي الوصل يعني يعني الخانة الوحدة العربة الوحيدة من القطار هذا القطار وفي بيناتهم كل عربة بيناتهم وصلة العربة الوحدة يسمونها واجون الكلمات اللي عبتوها في الواجون ندول يزدنز كلمة الاشاعدة بمجا وصلون كمان على شكل بمجا كلمة متقاطعة كلمة متقاطعة من فوق الى تحت وصلة 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 الواحدة وصلة يوم المتقاطعة يوم المتقاطعة المتقاطعة هل يبتون الإشخاص من المتابة؟ مرد الإشخاص من المتابة مرد الإشخاص بداية المتابة المتابة من منطقة holشان كتب هانية يريد أن ينشئ كتب هانية هذا الفكر هذا الفكرة ما هو الذي يجعل الأشخاص الذين يعيشون في الضيعة أن يدعموا هذه الفكرة يعني أن يكون هناك فكرة في تركيا لا يلغى يمكن أن يكون هناك فكرة في تركيا يعني متطاق بيرا Hacı Bekir koca uzak köylülerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için nasıl bir öneride bulunmuştur anlatınız Hacı Bekir koca uzak köylülerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için lelashqal alwlad yalli sakinin piddiya albiydi ıştuhun hafazuhun önermek yani tahfiz av önermek wassuhun anno yikrau lkutub anlatınız işrahu eljavab köyde kitap okuma fırsatı olmayan çocuklara elşekler üstünde gizici kutub hana yürütül yürütül masif fikridir ama fikir fikir anno yalli maandu fırsah yalli maandu fırsah anno yikra kutub ddaya çocuklarla elşek lala çocuklarla anno an tarik lal hamir biroho biyamlu nizha ila lelublad biyamlu biyamlu baza shikil kutub hana mutanqli yani maktab mutanqli biyamlu 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 kutub bu hikaye dha annot olan olay fi elhadas aw lal yagm yinşah hayy الهيكاية الزهرين başından mı geçmiştir هل عد على رسول الهيكاية ولا bunu nerede anlıyoruz هذا شيء من ويمين نفهم evet çünkü kahraman ağzından birinci tekil kişi birinci tekil kişi yani ben ağzıyla aktarıl maktadır مزبوط naam kahraman ağzından من البطل طلاع من تمو kilمت أو ben yani birinci tekil kişi yani ben فلزلika الشاعر الكاتب هو هيل حادس عدد على راسم من أول عدد عليه من أول راسم öğretmenin kurdu kütüb hanenin ülkemiz açısından önemli önemi nedir açıklayınız اشراحوا şu insanın yeşermesini sağlamış ülkemizin kalkınmasında ve medeniyet yolunda yolunda ilerlenmesine katkıda bulunmuştur çok aydın yani mutenavver ve kendini yetiştirilmiş insanın yeşermesini sağlamış insanın yeşermesini anlamına yündoç fikriyel ve kendini yetiştirilmiş yani amel yani mutakaf ülkemizin kalkınmasını misyan tatavur devletine yani kalkınmak bimane kalkınmak bimane tatavur ve medeniyet el medeni yolunda ve الطريق el medeni ilerlenmesine katkıda bulunmuştur katkı bimane ıdafe ıdafe iler 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 hayat el medeniyye yani adaf el hayat medeniyye hayat yani bir sebep kütüphane ıdafe hayat el medeniyye dinlediğiniz metnin yazarı siz olsaydınız başlığı neyi koyardınız ıdafe 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 toplum yani müştemah örneklerle anlatınız o toplum önder olur o topluma önder olur huve psir no lider le yada el müştemah psir qaed el müştemah toplum onu izler onu örnek alır yani ve onu örnek alır böylece el ele verilerek bir çok başarı yaklanmış olur böylece bu şekilde el ele verilerek yani çok başarı yaklanmış olur النجاح بيكون عريب اكتير ال اتقللق رقم 5 aşağıdaki şiirin bazı kelimeleri köy yani غامق bir şekil bilون غامق ve ايك keman عوجات yani yani yazılmıştır bazı kelimeler مكتب بهذا şekil bu kelimeler hangileri sayı bakımından tek varlığı dünyaya çocukları verelim oynasınlar خلي العبو türkler yani خلي اغن الاغان türkiye yıldızların arasında من بين النجوم dünyaya çocukları verelim خلي نعطي ال düny لل atfal kocaman bir elma gibi verelim natiyon tıfaha kibere sıcak bir ekmek yani yani gif kibiz daf yani au sakin yani somonu gibi somon yani keman hu kibiz somon bir günlüğüne da olsa öğrensin dünya arkadaşlığı yani hatta l l l l sadaq d l çoçuklar d l 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 من ايدينا علمسوز مغاجل راح يزرعوا أشجار ما بيموتوا نظم حكمة الشاعر والكاتب اسمه نظم حكمة إذا بنطلع الكلمات المفردة وكلمات الجمع الكلمات المفردة عنا اكميك بالون وكمان في كلمة الماء الكلمات الجمع آجل تركل چوك ويلدز يلدز چوك ويكون خلص درسنا اليوم أزاي الطلاب نلقاكم في درس آخر مع السلامة